تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نابو رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم غرفة عمليات القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرة في دبي واستمع سموه من سعادة اللواء عبدالله خليف المري القائد العام لشرطة دبي وسعادة اللواء طلال الحميد بالهول الفلاسي إلى شرح موجز حول آلية عمل الفريق الأمني والشرطي لتأمين سلامة المشاركين في القمة والأنظمة الإلكترونية الذكية المستخدمة في غرفتي العمليات والتحكم وأشار اللواء المري اثناء شرح للجهود التي تبذلها وتطلع بها لجنة تامين الفعالية التي تضم فريق عمل من مختلف الجهات الحكومية المعنية والتي لها أيضا ممثلون في غرفة العمليات التي تشرف عليها وتديرها قيادة شرطة دبي وأثناء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على جهود فريق العمل المشترك مؤكدا سمو أهمية العمل الجماعي والتنسيق الدائم بين الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية من أجل إنجاح أي مهمة يقومون بها سواء في المناسبات الكبيرة والمؤتمرات والمهرجانات وغيرها أو بشكل يومي فهذا جهد عظيم يتطلب من الجميع تفعيله وتنفيذ المهام الموكالة لكل عنصر أو فرد بشكل جاد وتام تحت سقف القانون وبموجب التعليمات الصادرة لكل واحد منهم من رؤسائهم وبارك سموه هذه الجهود الوطنية المخلصة والتعاون والتنسيق بين دوائرنا ومؤسساتنا لما فيه خير ومصلحة الوطن والمجتمع موسيقى